ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي لله فلا يضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقك قاده ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحمه إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات تحدثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا النبي له خاصية وهو أنه لما خرج وهو غاضب من قومه ومغاضب لهم وحاقل على ما فعلوه من تكذيب نبيهم يونس عليه الصلاة والسلام وعدل الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهو غاضب إلا لله سبحانه وتعالى C'est vrai, يونس سمت en colère ولكنه سمت en colère لأنه لم يكن heureux لأنه لم يكن أحبب لهم لأنه لم يكن أحبب لهم لأنه لم يكن أحبب لهم فهو غاضب إلا لله سبحانه وتعالى لأنه لم يكن أحبب لهم لأنه لم يكن أحبب لهم لأنه لم يكن أحبب لهم وله ليكن أحبب لهم لأنه سبحانه وتعالى من يكن أحبب لهم أِنَوْاَلًا فِعَلْرَوْا جَرْماً قَالَى خَلَامَاً قَالَمَ أَرْرَأَنَ أَرْرَبَاتِ وِنَوْا أَتْرَمِنَيَ أَتَرْبَاتِ قَالَبُوا يُونسا سَعَلَى قَالَقَانَ وَعَنَوْا بِأَنَّا لُقَرْءَنَوْا يُنْوْاً يُنْوْا أخبرت أن الكثير من المترجمات للمشاهدة وهو هناك من المترجمات للمشاهدة لديهم مجموعة ومجموعة ومجموعة من الله سبحانه وتعالى عن نفسهم يعني لديهم مجموعة الدعوة المستجابة في القوم ديانهم. يعني اشي نبي إلا بشوتة القوم ديانهم طلعوا الزعاف وما بغاوش يآمنوا وحاول معاهم وبغايد عيليهم ربز ومقابلين يدهم وهو معنى الكفر فلاه ذلك إلا نضغوة للفاة. في القوم ديانهم نلوح ، لكل نولئك من ألف عام إلا خمسين عاما. نفصان وكالل يعني عنه نحن للجول وقال أنه يقول لده في قامة الدعوة انه قال له إذا كنت أتبعوا في القرآن هذا كل شيء في القرآن لما سيدنا الهد دعا على قومه لما أبوا عليه وكفروا قال الهد عليه السلام لربه سبحانه وتعالى قال بعد أن يأخذهم العذاب قَالَ تَبَتَّعُوا فِي دَلِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُونَ غَيْرُ مُكْذُمْ قال الله سبحانه وتعالى يعني on va vous laisser trois jours et après ces trois jours vous allez voir le châtiment qui va arriver vous exterminer قال الله سبحانه وتعالى فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَلِهِنْ دَلْسِمِثَةً le tremblement de terre où tout le monde est parti vers son Seigneur sur cet état de non-croyance كذلك صالح مع قومي فَعَقَرُوا الْنَاقَةَ وَعَتَوْا عَلْأَى رَبِّهِنْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُئْتِنَا بِمَا تَعِدْنَيْهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا تَعْمَعُوا تَنِجَاهُمْ لِجَاءُ الْأُخْرِينَ ثُم سيدنا موسى دعا على فرعون قَالَ رَبِّ إِنَّكَ أَأْتَيْتَ فَرْعَوْنَا وَمَلَأَوْزِينَةً وَأَبْوَالَا تِلْحَيَةِ الدُّونَيَ رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَسَبِيلِكَ رَبَّنَا قُمِسْ عَلَا قُلُوبِيينَ رَبَّنَا قُمِسْ عَلَا أَمُوَالِهِمْ وَشْدُدْ عَلَا قُلُوبِينَ فَلَا يُؤْمِنُوا je ne veux pas qu'il croit, qu'il embrasse cette religion avant qu'il soit en enfer jusqu'au point où ils vont voir la mort ou le châtiment et à ce moment-là, ils vont dire on croit, Allah c'est ça ce qui s'est passé avec Ferham au moment où il était en train de se noyer il a dit l'ange de la mort est arrivé et il a commencé à voir les anges c'est vrai c'est trop tard c'est au moment où il a vu le châtiment il a vu les anges de la mort il a cette couverture qui était un obstacle entre le dollar et l'ici-bas a été levée qu'il y a quelqu'un d'un hijab بين l'âkhera ou dans l'âkhera ou dans l'âkhera ou dans l'âkhera dans l'âkhera il a fait qu'il y a quelqu'un d'un hijab qui a été levée qui a été levée dans l'âkhera ou dans l'âkhera ou dans l'âkhera ou dans l'âkhera qui a été levée qui a été levée ндوم الذي ذكره في أخي من الأخي بعد ذلك كله يقول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقر في المقاطر الذي يتدعي الناس لك أن يتحدث على كيفين أحياء أو أحياء تطلب بكيين اسم وبركة يقول له نجد أن يتحدث على كيفين ملايك أو كيفين يوم آخر فالمثل هناك يوجد أن أحدهم في الدايقاء من السبب يتعلمون بسيطة كان لدرجة المغادرة لذلك يتعلمون بأنهم يصبحونوا فهمتون ومع المملكة مع المصرحة يتعلمون من البرنامج لكي يتعلمون ربما من أحدهم قبل في ذلك الرجالية في ذلك البرنامج و يوم جالبا أنه مصادرين في القرآن وقال إلعاء في سورة أخبره في السلام من يجعله و أن يجعله فعله يجعله قال الله سبحانه وتعالى أنت أهوم الرسل وأهوم الانبياء الذي نجاو قبلك و أنت لديك يعني الختيار في أن تنظر أيو طريقي أيو طرقي تؤدي بالنسي إلى الربين سبحانه وتعالى و تؤدي بالنجال فقط أولئك زمانة التبخوفة وأنهم كانوا تنظر أحد الله فأديولون مقتنة فلسفهم يجب من المجردهم ومقلة وما يرسلون فسيدنا إبراهيم قال ربي وضعني وضعني أعوه وقال إِنَّهُنَّ أَضْوَلْنَ كَفِيرًا مِنَنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي Celui qui me suit فَإِنَّهُ مِنِّي Celui qui va me suivre et l'écoute ce que je dis il va aller sur les pas qui mène vers Allah avec une bonne foi avec une inicité loin d'une association avec une oublissance totale les prescriptions d'Allah فَمَنْ تَبِعَنِي وَتُبِعَنِي 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 وَالْتَبِعَنِي وَالْتَبِعَنِي وَمَنْ عَصَنِي Celui qui désobiage من ديله فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ كَالْمَمْ كِنْ يَقُلُّهُ فَمَنْ عَصَنِي فَمَنِي وَتُبِعَنِي وَالْتَبِعَنِي وَإِرِيَّ وَأَيْسَ líp وَتُبِعَنِي Python c'est toi qui décide personne ne peut décider la place d'Allah et quand Allah décide personne ne peut لأنه يزال من نقذ النقض وحكيمة النقض إنه يسمى كالكساسيون لماذا عليه أنه يتوقف عن الحكم والله يقول أنه لا أقصد العودة لا لا يزال لا يزال الحكم لماذا يقول أنه لا أقصد العودة لأنه يقول أنه لا أقصد عودة فقط أن تعذبهم فإنهم عبادة وَلِنْ تَقْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَبْمِ Toujours il a choisi يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم il a laissé tous ces prophètes qui ont demandé à leur peuple sauf l'exception فالنبي صلى الله عليه وسلم il a choisi le chemin d'Ibrahim qui de Isa alim et dans le choix d'Ibrahim il a fait un très bon choix meilleur que l'Ibrahim et un choix beaucoup plus minutieux que le choix d'Isa alim et le plus important ce qui est compatible avec son temps et avec son peuple إذن سيدنا يونس هو دعا على قوم sa religion لكن بريد بيين الله سبحانه وتعالى بأن البيب در محمد يلوهسع و بأنه يسعو تسعو مرفيراتوه عن أرحباتوه الدنيا والأخرة فهو رحمان الدنيا والأخرة سبحانه وتعالى فهو رحمان الدنيا والأخرة فهو رحمان الدنيا والأخرة فهو رحمان الدنيا والأخرة سبحانه وتعالى فهو رحمان الدنيا والأخرة أن هذا المنصر يجب أن هذا المراء يجب أن يكون من لا ينفقل وإذن فيه يجب أنه لا ينفقل كل إنساء محسنين يتعذبون و تيدلوا المعاصي و بغا يزال بيون العدال يقدرين يزالون على وقدرين يزالون على لكن لا أحدهم يقدرون دكشل التنكول لكم و تبعتون تطريقا لديهم يقدرين عطيكم و نجسر لكم و نفتح لكم هذا لازم يجسر لهم و يفتح لهم و يعتكم لازم c'est une obligation يجبون الله لأنه لدينا parce que la promesse دالله سعى الله Elle doit être tenue. Quand il veut te donner du bien. Quand il y a le mal qui peut te toucher, Il y a deux manières de faire. Soit de le faire, soit de ne pas le faire. ثم يونس قاله المترجم للقناة يتحققه مرحباً ويمتعه ويمتعه في أهربوه فساقه ماذا كان ويمتعه أنه يساء وإنه زفاقه ما يمتعه في أهربوه ويمتعه عليه لا يمكن أن يقدر عليها لا يمكن أن يقدر عليها ولكن قادرة في العربية تأتي بمعنى ضيقة كما قال الأصحة فقدرة عليها رزقة والمعنى ضيقة القادرة بمعنى ضيقة طيب فخرج مغاضيا فظننا ألا نقدر عليها فلما كان الإرادة كان يغضي أحسن ذلك بمعنى ضيقة كان يتساعد كما سأله كما سأله كم يذهب إلى وعنى من العلقه من عزل ولكن وضع المتحسن كان يحسن ثم يجب اخرى السيهم يعطي الى التساهم لكيفتم تنسي الوديوه مجد ويجارك ثم فلسف من السيهم يعطي الوديد وكان جبدوا سمية ومع ابنك جبدوا سمية فكلما جبدوا سمية يلقوا سمية نبي الله يونس شكوى فقالوا من خذوش انساكتوك للحوك انت رجول صالح انت يا كدام ثم قاموا بنا مرة ثانية ثم مرة ثالثة فعلمت يونس أنه هذا سيد انديسيزيون ده الله تعالى وهذا هو المؤمن لأن كل إنسان عنده المعاصى لم يكن يعرفها من المعاصى الفلانية وإذا اكتروا المعاصى لأنه لا يعرف المعاصى لكنه يعرف انه لا يتسلل انه ليس لذلك فقط فقط انه لذلك إنك أتراضって casting or لا تتجنع���endyه أنا أتراضي إليه أنني أتراضي من أن إيجاد الشهر فإنه يتراضي من كل مهم لك أنت ستجنون للناس لأنني أتتجنون عن أجل إننا أتكلم عن ما أقول في المجال والله إلى المجال فإنهء الأكبر إذا لطلب الله منها فإنهاء قلت منه لأنه قبل أن أتراضي من صهرت Peut-être que je n'ai pas fait attention. Il a plongé dans une mer où il y a des vagues de mètres et de mètres et la tempête énorme est-ce que c'était juste une cause pour que la baleine l'avale et là, ça commence. Là où son calvaire commence c'est l'ayunus a.s.w. Fabal'u l'hut Fabal'u l'hut Fabal'u l'hut Quand il était avalé par la baleine Fabal'u l'hut Attention Ne touche pas sa chair et ne casse pas ses eaux Que le mât c'est que le lait ne se déroule pas Fabal'u l'hut 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 Ça je dis Allah Fabal'u l'hut Fabal'u l'hut Pourquoi tu te prosternes ? Je vais me prosterner dans un endroit dont personne ne peut le faire J'ai pris une oration dont je vais être le numéro 1 Lui en ce moment Ils veulent être le numéro 1 Le meilleur Il n'y a pas besoin Je vais faire une oration Donc je vais être le numéro 1 Lui en ce moment Ils veulent être le numéro 1 Le meilleur ne vont pas ils ne vont pas Fabal'u l'hut Alors je vais faire فهذا هو المؤمن الذي يجب أن يكون صنعه ثم بعد ذلك فهذا فهذا سوى فهذا 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 قال الله سبحانه وتعالى فقال الله إن شراب يقول الله فنادا لا ينتهي انتهي ثم الظبس وفي أن تخلصي الأولى إلا إليه، فلن تخلصي ثلومات فلن تخلصي الأولى الذي يمكن أن نضع الأضبوري من سنسيراً إنه لم يتذلك مع نظيفه يمكن أن نضع الأضبورتي يمكن لتشيك شعور الشخص من العالم من شيئذ محلياً ومن يسكر أنه موسيقى هو يكون فتصال دائماً مع الله قال فلا دافي الظلمات اللا إله إلا أمس وهذه الدعاء للاختم الله سبحانه وتعالى للإنسان للخلو الجنة لا إله إلا أمس نفي لعدم وجود إله مع الله سبحانه وتعالى وإيجاب العبادة لله سبحانه وتعالى وإحرامه بالعبادة لا إله إلا أمس فالأولى بحدها لا تنفع والآخرى بحدها فالأولى لا تنفع فإذلك نقول والله وإخلاص الإيجاب والسلم والنفي ليقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فقل والله أحد بقي لاش نفي العبادة عن الله عن غير إله لكن كلا الكافرون لا أعبد ما تعبدون وهو الله أحد الله أصحاب للم يلد ولا يولاد وإذا هو المستحق للعبادة لأنه أصحاب سبحانه وتعالى إذن نادا في الظرمات اللا إله 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 ما كنشي إله غيرك يا ربي أما يجيب المطار إلا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الإله هو مع الله celui qui va te sortir des problèmes, des soucis, des chagres il n'y a que الله سبحانه وتعالى qui peut le faire ما كنشي واحد إن كنشي آدم تعالى ما شاءك رصائم ما كنشي الله سبحانه وتعالى الأمر دعا للدعاء لا إله 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 سبحانك تنزيع الله سبحانه وتعالى إني کنتون إلى الغاني جيدة أنت إله إلا دعا c'est moi qui qui a fait subir l'injustice pour soi أمن يظلمت نفسي وما ظلمه الله ولكن كانوا فاعترفوا ظلموا نفسه إذن وحدوا الله نزهد الله ثم نسيب النقص والضعف له والمعصية له تصوروا لا يقولوا يا ربي خرجني من البطن الحذر لا يقولوا لا يقولوا لا يقولوا لا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعمل لي ذات المشكلة واعترفت بذنبي وانتا تحكم كما بغيتي قال الله سبحانه وتعالى فاسترجع بنانا سمعناه قال المفسرين الملائكة بدأت تسمع شي صوت جاي صغير ورجاي تواحد فيها درت يقول شي حاجة لا إله إله بعيدة أقول لكم بها صوت جاري لكي نتجد هذه هي دراسة يقول له هناك يا لا تهتم Idea ويقول له أنك تصف محدود يقول له أنه يذكرني أقول له لو لم تذهب لهم لم تتحقي نفس تحدي لم تتحقي نفسي اللي ايرتك جديم أنبد ما سهل ذلك ليس لها إلى الأمر ب Saudi ربما لم أعدك إن ي Bilal أن ينبدا وأ أرى لهم أن تقلل لا تريد أن ي dimension فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله إياكم في السنة وفي السنة استغفروه إلينا ولا فرح أحمد الله وكفى وسلام عليكم أحمد الله وكفى وسلام عليكم أحمد الله وكفى وسلام عليكم قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم تعوني أن الإنسان إذا كان مغموم ومهموم من مصائل الدنيا ومن قربات ومشاكل الدنيا ومن ما يختلجوا هذه الحياة من مصاعب ومشاق في البدن وفي العمل وفي الأهل وفي الأولاد وفي المال كل هذه المعبوى قاتل دي حيات تونشيء عند الإنسان توقت ومن ثم ok يكون اجربوا وهذا يجب يكون يعني مطلق وفقوا من خادم الله سعاره تربيه همناه جاهل يجبون له مشاكل يجبون له يجبون له السعاله للمسيحها قبولها لو يجبونه يعني جالك اعطى اخفره ونحن أن تربيه ونحن ترجمة نانسي قنقر C'est que ce Romain, cette invocation Elle est Compatible pour tout le monde C'est pas que pour Younz C'est pasГ C'est pas que vous ait entendu E customizable Et que quelqu'un qui a dit Un Khabib L' fashioned Il faut d'éteigner LaVESM Allah Et qu'a dit Il faut d'éteigner Et que ça puisse . Le Montre Il a dû دورة عليك اشتركوا 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 هناك أعطانا واحد الدعاء اللي كنجي من الغم وما أكثر الغم والهم فهذا الدنيا اللي كنعيشوها أكثر الناس راه مغمومين مغمومين والأول يعني لو بخدمي أول دعاء هو أن يتصل الله سبحانه وتعالى بشافي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى لما أخرجه من البحر عندما كان يتصل إلى المنزل قال الله سبحانه وتعالى فنبضناه بالعراء والسعين ضح كم أغرق لك لا يتصل إلى المنزل كم أغرق لك برد نعم مرد ما يكون مرد من سبحانه في مكان يتصل إلى مكان إذا كنت أخبرتها في السلافة فأمبتنا عليه شنجرة من يقطين إذا كنت أخبرتها نارد ومتاع لسيتخوي ومتاع بسيتخوي عندها الورق ديالها كبير بحيث يضلل من الشمس ثم يمكن أن يأكل منه وهو باقي صغير لأنه يمكن أن يأكل منه وخار بنيئ إذا كنت أخبرتها، ثم تجعل ذوباء والحشرات ينفر من ذلك المكان ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذهب البنقة في البلدين فساهل فكان من المضحظين قال فانتقنه الحوت وهو مرين فلولا أنه كان لنا المسبحين قال الله سبحان الشرسي قل ما كانش كي سبح الله قبل ما يتحفى المصيبات قل را خلينا في الكرس نتاع الحوت قال الله سبحانه وتعالى 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 dû le laisser comme ça dans cette situation jusqu'au jour dernier son peuple il était limité il y avait peu de gens l'atulman a peuplé le village et la ville de Yunus et elle est devenue la population énorme et une population pieuse et tout le monde croyait en Allah et en son professe ça veut dire qu'il a donné un autre cadeau c'est que il n'avait plus besoin de demander aux gens de croire tout le monde devenu croyant ça veut dire qu'il a des paroles du de déj'a de l'aïe de l'aïe de l'aïe de l'Aïe de l'aïe ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارحمنا فإنك لنا راح ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وأن تشفع المحسنين منا في المسيئين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك أنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من كل شر السعادة لك منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك أن تشافي مرضانا ومرضى المسيئين اللهم عافب ابتلانا يا أرحم الراحيين اللهم موزل الدائي أنزل الدواء اللهم الشيئ عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر صقم اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك لأهلنا ولأبنائنا الهداية يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا وإياهم يا أرحم الراحمين إلى صرافك المستقيم اللهم احفظنا وإياهم بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من من يقولون فيعبدون ونسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من المخلصين المخلصين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصحون وسلام على الرسالين والحمد لله شكرا لك شكرا